السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه كل سنة وانتم طيبين يا ربي دايما تكونوا بألف خير ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتفعل الجراز عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهاتي الجامدة جدا نهاردة باذن الله هقولك ازاي تعملي البتفور بطريقة سهلة جدا وان شاء الله هيكون على قد الايد يعني اصلا الكمية اللي انت هتستخدميها لو هتعملي انا هعمل لك مقدار نص كيلو بس هعمله على ربعين عشان لو حابة تعملي ربع كفاية انت لما تروحي تشتري من بره بيبقى الوزن عليك بالشوكولاتة بالحشوة فانت هتعملي الوزن صافي بالبتفور نفسه بالقطعة بتاعت البتفور نفسها مش هتقضي الوزن نفسك فهيجي يومي معاكي يعني الربع كيلو هيدك كمية مناسبة انا دلوقت الكمية اللي انا بصورها لك دي ديك كمية بتاعت النص كيلو اللي انا عملاها معاكو ولو وزنتوها هتكون اكتر بكتير لاني طبعا انا المراضي فعلا ما وزنتهاش بس لو وزنتها هتكون معاكي اكتر بكتير عشان الشوكولاتات والحشو والحاجات اللي احنا مزينانها بيها طبعا هتكون تقيلة جدا فانت لو فكرت فيها وحس بتيعت لها اوفر من بره بكتير وكمان هتكون في نفس الوقت انت خدمها وطلع معاكي بطعم ممتاز وتابعيني الاخر الفيديو عشان انا افرجك على خامات التزيين اللي انا هشتغل بيها وهقولك على اسمائها كمان عشان لو حبيت ان انت تروحي تشتريها تطلو بيها بالطلب وكمان هقولك على افكار جديدة للتزيين انت هتزيني كمان بطريقة مختلفة عن اللي انت هتروحي تشتريها يبقى قدامك شكل معين او سيستم معين فانت هتعمل الحاجة دي من زيتها ان انت هتعملها على زوجك انت ومزاجك فتعالي بقى يلا عشان هوريكي التكات بتاعتنا وبتاعة المأدير فان شاء الله هقولك ازاي لو انتي هتستخدمي للقمة هقولك القوم بتاعه يكون عامل ازاي وهقولك كمان لو انتي هتستخدمي المكن هنلازم قومة يكون عامل ازاي فتعالي بقى نشوف المأدير سوا ونشوف التكات بتاعتنا سامحوني ان انا طويلت عليك ولمقدمة بس عشان اشجعك ان انت هتعمل في بيتك وهيكون معاك اوفر وكفايا ان انت هتبقي اعملها بالشكل اللي في خيالك معي هنا المأدير معي ربع كيلو من الدقيق يعني كبايتين ونص من الدقيق ومعي كباية من الزبدة يعني 220 جرام من الزبدة ومعي ما بين صابع كده رشة من الملح دي سنة مش اكتر انا هحط حاجة بسيطة جدا ما بين صابعي ومعي كمان بضاية بدرجة حرارة الغرفة ومعي كمان نص كباية من السكر البدرة النعمة كويس جدا حطيت في الحلة بتاعت المضرب الزبدة وابتديت ان انا اضرب فيها على اساس ان هي تنعم معي الاول كويس وبعد كده هضف لها السكر يعني مش اضيفي السكر غير لما تتأكدي ان قوام الزبدة معاك نعم جدا فاخذي بالك من التكات دي وانا كمان هنا باجيب الحلة باجيب الجوانب بتاعتها عشان اتأكد ان الخليط عندي كله داخل في بعضه والزبدة بتاعتي من الصيحة يعني مش مخراجها من التلاجة حطتها في التلاجة من تحت وابتديت ان انا اطلحها استخدمها على طول وجبت هنا البضاية وحطت عليها رشة الفانيليا انا باستخدم فانيليا سايلة نوحها ماجيك وبتاعت ان انا هادرب برضو البيت في قلب الزبدة والسكر ويكون شكلها مش باعي كده يعني ان تقدري تقولي عليه قوام كريمي جدا شايفة قوامه عامل ازاي واهم حاجة برضو اللون يكون معاك فاتح كده حطيت بقى رشة الملح على الدقيق وهحط كمية الدقيق كلها وهضربه ضربة خفيفة بحيث ان انا اقدري بس كمية الدقيق اتاكد ان الدقيق اتخلط بالانكونات بتاعتي علشان البيتفور لو ضربت فيه كتير هيكون معايا ناشف ومحجر وانا كمان عايزة ناعم ودايب كده بيدوف البقء ضرب وكمان هنا انت شايفة معايا لم من الحلة ومش بيلزق في ايدي ديت النتيجة بتاعت المكنة بتاعت البيتفور هاقول لك برضو ازاي لو انت عايزاها للقمعة تكون النتيجة عاملة معاك ازاي هنا شكلت البيتفور بتاعي زي ما انت شايفة وعادي اللي هي بتتلغبط مني باشي لها عادي بكل سهولة لاني هنا العجينة بتاعت الماكينة انا مدتخناها شوية عن العجينة اللي انت هتستخدميها للكيس وشايفين شاكله بعد ما زينته كان شاكله سهل جدا والمكينة استخدمها سهل جدا مش معقد بس انت بس تفهم التست بتاعها وانت هتعرفي تتعاملي مع مكانتك كويس جدا وده هنا الكمية اللي انا ركنتها انا استخدمت نص الكمية الاولى عملت بها الصوج اللي انت شفتوه والنص التاني حطيته معلقة صغيرة خالص من الكاكاو كاكاو خام اسباني وهحط نقطتين من اللون الجل الغزائي لون احمر هنا الكاكاو انا حطوه عشان يخلي اللون الاحمر معايا لون مخملي يعني احمر غامق بعد التسوية ما لقوهوش لونه بامبة فهلاقي نفس اللون اللي انا عاملاه في البداية هو نفس اللون اللي طلع معايا في النهاية وبرضو زي ما انت شايفها العيينة لما من الحلة ومش بتلزق في الايد دي تتأكد ان هي عجينة هتنفع للمكينة لو استخدمتيها في القمع هالقمع معاك هيتقطع وصدقيني مش هتعافي انت استخدميها تكون معاك تقيلة جدا وحتى لو انت بتستعملي قمع متين بس هتطلع معاك تقيلة وهتتعب لك ايديكي فانا هقولك ازاي ان انت تقدر تستخدميها للقمع هقولك الكمية المناسبة هنا بعد ما خلصت التشكيل بتاعي عملت اشكال كده على شكل قلوب باللون الاحمر دي الكمية اللي انا هعملها معاكو التانية بس هي بنفس المقدير بس اختلاف بسيط جدا انا شلت معلقتين من كمية الدي يعني الدي بتاعي ربع كيلو شلت منه معلقتين ركنت معلقة ببولة والمعلقة التانية استبدلتها بمعلقة الكاكاو علشان انا هنا هستخدم الكمية دي عملها نص كاكاو ونص فانيليا فانا كمان هقولك انا شلت ليه معلقة الدي التانية ما انا كان ممكن اسيبها واستبدل بس الكاكاو هقولك لأ لاني انا هنا اعايزة مع مقدار الدي اي اعايزة يكون اويكي بس الدرجة بتاعته ازاي هيكون لو انت هتعملي بكيس يبقى عامل ازاي فعشان كده مرضيتش ااسيب الكمية كلها هالك برضو عشان اللحظة ان تكوني هتطوهي مني لو انت هتستخدم الكيس انا دلوقتي هنا بعمل معاكو بالماكنة لو انت هتستخدمي بالكيس هتحطي كبايتين وربع من الدي على كباية من الزبدة على نص كباية من السكر على بضايا وعلى معلقة فانيليا على رشرة الملح بس كده اعيد هالك تاني هتحطي كبايتين وربع من الدقيق ده للكيس لو انت هتحطي للمكنة هتحطي كبايتين ونص من الدقيق هنا بقى حطيت كمية الدي بتاعتي شايف القوام دوت هو ده اللي هستخدمه للكيس بس انا هنا مش هعمل معاكو بالكيس بس حبيت توريك القوام قبل ما حط الكاكاو يكون عامل ازاي لو انت لو هتستخدم الكيس تكون استغنيتي خلاص عن معلقة الكاكاو ديت لو انت هتعمليه بالفانيليا لو انت حابة تعمليه بقى بالشوكولاتة بالكاكاو تكون انت بقى قللتي من المقدار بتاع اللي انت شفتي هتقللي منه المعلقة وتحطي مكانه مقدار من الكاكاو اهم حاجة انا عايز اوصلها لك ان العجينة كده طالما وصلت نها مش بتلزق معايا كده انا هستخدمها المكنة فانت لو انت عايزها هتستخدميها في كيس لازم القوام يكون معاك سائل شوية زي الكريمة واتقل من الكريمة حاجة بسيطة يعني ان هو ان انت تقدر تحطيه في القمع او في الكيس ينزل معاك بكل سهولة هنا انا حطيته شكلت هنا في الصوك بتاعي وابتديت ان انا اضغط كده بالمكنة وده كان شكله بعد ما خلصته كان سهل جدا والمكنة استخدمها سهل جدا غير معاكد خالص وهنا بوضحه لك اكتر بوضعك لصنك بتاعه هو هيخرج بنفس الشكل دوت مش هيتغير لان انا مش هطر له هنا بيكين بردر خالص يعني ما تخفيش خالص على الرسمة هتطلع بنفس الشكل ونفس السيستم اللي انت بدخلا بيها وحاولي وانت شغالة ما يكونش الجو عندك حر جدا عشان ما يسيحش معاكي البتوفراية وتيجي تدخليها الفرن تلاقيها بتنزل الزبدة بتاعتها منها فحاولي على قد ما تقضي لو انت مسلا شغالة في تكيفي بقى افضل لو انت شغالة قدامها روحها يبقى احسن وابتديت ان انا اشكلها كده ووريكوا برضو الشكل بتاعها بعد ما بخلص كل سراج ودي الكمية برضو بتاعت الفانيليا انا حبيت الشكل ده اكتر فاستخدمته اهو اكتر حاجة وهجيبي هنا بقى حاجات التزيين هنا شكل بتفوري بتاعي شايفا وورا ده بعد ما استخدمته هنا معايا شوكلة شيبس بالتفاح وبالفراولة ده شوكلة شيبس بالفراولة لونه بيتي مش احمر ومعايا كمان شوكلة شيبس بتعم المانجو طعم وطعم المانجا وهنا معايا سكر دندشا يعني سكر الوان كده زي ما انت شايفها لونه فضي ولون كمان اه بامبا او بينك ولون كمان اه زهري او ازرق على حسب ما هو مطالع قدامكو ومعايا كمان سبرينكل وده كان شكل البتفوري بتاعي بعد ما اخرج بنفس الشكل اللي انا مدخلا بيه يعني ولا اختلف ولا نفخ ولا رسميته اتغيرت ولا اي حاجة وطعمه بيدوف البق اضروب هنا لزقت واحدة وقلت هجربها الاول وهورها لكم لو انتم حابين تعملوا بالشكل دوت يعني تكون مش بنغطيها خالص بالسبرينكل او الفورمايسيل او سواء اي حاجة انت هتزيني بيها بس انا حبيتها كون فيها شغلة هادي وانا هنا بقى هحشي البتفور بتيكة جديدة او حاجة جديدة من عندي انا جبت هنا مربة حليب ديت حاجة جديدة بالنسبة لكم اول مرة تسمعوها ان هي بتتحش بيها البتفور هي مربة الحليب ديت موجودة متوفرة كتير دي حاجة عبارة عن مزاق كده ما بين الطوفي او الكريم القرامل هي حاجة شاملة الاثنين مع بعض بس طعمها حكاية هي قوامها تقيل هيمسك للكتريتين ببعض انا افضل ان انا هعمله بيها لان انا مش بحب المربة في قلب البتفور لان كمان المربة لما بتقعد في قلب البتفور فترة اتلاقي البتفور معيك طرية وغير ما انت عاملها في البداية فده هيكون مزاقه احسن وكمان مش هيخلي البتفور معي تترى مع الوقت فانا هنا بستخدم قطع بسيطة جدا بحطها على البتفور يعني كمية مناسبة ان انا هستخدمها بس ان هي قطعتين يمسكوا ببعض وهبتدي ان انا احط بقى التزيين بتاعي زي ما انتوا شايفين ومعليش انا رغيت معاكم في الفيديو دوت بس سامحوني لان كل حاجة انا اتكلمت فيها كانت لها تفاصيل لان هو فعلا البتفور فيه تفاصيل كتيرة بالذات التزيين انا هنا احط كميات كبيرة لانواع التزيين علشان لو انت حابة تعملي حاجة معينة وتشوفيها تطلع عاملة ازاي هنا بجيب البتفورية وكنت بقى غراءها كلها كده كنت بغراء الجزء الاولان عشان انا حابة ما تبقاش من تحت برضو غراءنا عشان لما حطها على الطبق مهما كان برضو ما تبصمش معايا وهنا كنت بستخدم كمية مناسبة كده من مربط الحليب زي ما انت شايفة لونها قريب للون القواملة او الطوفي وهستخدم بقى البتفور بتاعي كله هبتدي ان انا هقفله وبعد كده هزين فيه هبتدي ان انا اخلص الكمية بتاعت كده وهقفل بتفور كده معايا زي ما انت شايفة بتمسك في بعض علشان اعرف ان انا زينها وما ياخدش معايا وقت ان انا كل واحدة اقفلها ومدخلها في حاجات التزين فهقفل الكمية كلها وبعد كده هاجع زين لو جربت مربط الحليب هكون معايا كتست جديد في قلب البتفور هكون مختلفة جدا عن موضوع المشمش بكتير انا مش بحب المشمش خالص فكل اللي مش بحب المشمش يقدر يستغن عنه ممكن تحطي مربط حليب ممكن تحطي سوس شكولاتة تقيل يعني جانات شكولاتة تقيل تخفف فيه بشوية المية يكون معاك خفيف علشان لما ينشف ما يصيبش القطرتين من بعض فانت حسب راحتك انت لو بتحبي بالمشمش طبعا عمليه بالمشمش بتحبي بمربط الفراولة عمليه بالفراولة اه حسب اي نوع مربة انت بتحبيها عملي بها مس انا مش بحب المربة فعشان كده قلت ان انا اعرفكو كمان انا هحشيب ايه وزي ما انت شايفها اللي بتفور معايا كله هخلون كده واحد وموحد وهوريكي طرق للتزيين انا هنا جبت بتفوري عادية وحطيت الشوكولاتة بتاعتي في كيس وهبتدي ان انا ازين كده على اساس ان انا برسم نوحة يعني وعملت شكل جديد برضو مختلف انا هنا هعمل كزا نوع من من التزيين علشان تشوف الشكل اللي يعجبك وتقدر ان انت تصميميه عندك انا حبيت بصراحة اللي هو بالشوكولاتة دوت اللي هو غرقين شوكولاتة من فوق لو هطلعزي انا مش مغرقين كله علشان يكون معاك برضو موفر واقتصادي وفي نفس الوقت لما يتحط على الطبق من يكون كله كده مناسب انا حبيت شكله علشان شكله قريب للصابليه وكمان طعم وما عملته بصراحة عجبني جدا 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 وهيعجبكم جدا والله وعملتي هتفكر ان انت تستغني فعلا عن الصابليه لان طعمه بيدوب في البق يدوب وبتديت ان انا ازين برضو القلوب بنفس الاشكال هغرق كده لنص القلب وهبتدي ان انا اغطيها كلها بالشوكولاتة الصودة وبعد كده نقطها بشوكولاتة بيدا وده كان شكل التزيين بعد ما خلصته وبعد كمان ما كان برد معي وشلته من على الصاج او من على الحاجة اللي انا زي انت عليها فاخد دي بالك ان انت تزيني على صاج او على اي سنية انت مش هتقدمي عليها انا هنا بعد ما خلصت التزيين كله حطيته على طبق كده ورصيته وزي ما انت شايفة البتفور بالفانيليا اللي هو اللونه ابيض فاتح خالص ومش واخد لون احمر علشان يكون معي لونه جميل كده وظهر وسط بعيس البتفورات وكمان ورياك البتفور اللي هو بالشوكولاتة لونه هو متغطي بالشوكولاتة ولونه هو مش متغطي بالشوكولاتة زي ما انت شايفة معي شكله جميل تقدر ان انت تقدمي في مناسبات تقدر ان انت تهادي بحد تقدر كمان ان انت توفريه في بيتك للولاد وبالاطعمة اللي هم بيحبوها لو عندك بقى ولادك بيحبوا بالمنجة تقدر تستخدمي لهم شوكولة بالمنجة بيقدر يحبوا التفاح تحط لهم شوكولة بالتفاح بيحبوا تستخدمي تشوفي انت بقى ولادك بيحبوا ايه واعملي اللي ولادك بيحبوا وفضلوا هولهم اكتر علشان انت بما تعملي حاجة باديكي وفي نفس الوقت اللي ولادك كمان بيحبوها هتكون هي افضل بكتير بالنسبة لهم ولو عجبك بقى الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك واتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد من فيديوهات الجامدة جدا واسبكم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته